طبعا عشان احنا مشغولين بس في المليونيات عندنا وبنعتبر المليونيات دي اكتر حالة في مليونية عالمية هناك بس حقر حضرتكم حالة بسيطة بس يعني النهار ده مثلا تعالوا نشوف في اوروبا انه يعتبروا انه بكرة نهاية العالم او تحدث نهاية العالم المانيا على حدود بين المانيا وفرنسا مخبأ شونونبورد شمال الشرقية فرنسا على حدود بين فرنسا ولمانيا حيفتحوا المخبأ اللي عايز ايريك هلقر من اتحاد اصدقاء خط مالينو الذي يضم عدد كبير من تحصنات المخبأ الحدود الفرنسية مع المانيا وبلجيك ولكسونبورد وايطاليا المخبأ دي في الخط مالينو كانت معمولة ايام الحرب العالمية وعلى حدود ما بين المانيا بلجيك ولكسونبورد وايطاليا برضو فتحين الكلام ده كله اصدقاء هذا المخبأ الموجود تحت الارض يعني الكل اللي عاملين مخبأ دول عاملين دولة فرصة وبيعمل لهم زيارات والحجد دي كله صحيفة الجاردين قالت ان الشعب الروسي خائف من تحقق نبوة شعب المايا القائلة ان يوم القيامة سيكون 21 ديسمبر الصحيفة قالت ان الشعب الروسي في اليمين عارض دولة مشغول لأكثر من شهر في اشراء الشموع والحالات دي كله المايا دي قبائل هندية اسست حضارة مدنية بلغت اول تقالقها في القرن الثالث الميلادي شعب المايا يسكن في ارزائي كبيرة من منطقة امريكا الوسطى التي تعرف حاليا لغاية المالع ده كل الموضوع ده كله وعشان كده معانا الدكتورة مايا صبحي عشان تحدثنا في هذا الموضوع وفي حرب وفي الطاقة ثم حرب الفضاء سأخير يا دكتورة سأخير نبتدي انا طبعا كالعادة انا لما بيحصل حالا برا الواحدة بيخداش على علتها فكرة ان احنا نشوف اخلام اخلام كثيرة جدا في الخيال العلمي مسكف موضوع واحد فكرة انهم اتكلموا دائما ان فيه ان الكارسى ده هتأتي للارض من الفضاء هم بيعتبروك الفكرة بهم هل دي ترويد لحاجة ولا هي سبوبة رزق ولا هي ايه الموضوع انا هقول لحضرتك حاجة هو الموضوع دوت يعني انا عايز اتكلم فيه النهاردة باسلوب احاول ان انا بسطه ليه لان يعني اولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني انا عايز اقول حاجة في الاول انا عارفة كويس جدا يعني كلمة للسادة المشاهدين عارفة كويس جدا انه صعب اوي لم حد يبداخل في حاجة مثلا بالعشرين سنة وداخل فيها جواها وازاي هما بيفكروا زي بيخططوا وازاي بيطبروا تكلم عن نفسك يعني اه واني اجي مثلا في حلقة حول بسطها مثلا الناس ممكن غالبيتهم ما عندهاش فكرة عن الموضوع فيعني انا ارجو النهاردة لان النهاردة موضوعنا عايزي ندخل في موضوع كبير قوي ارجو النهاردة ان يعني هوا مش هتقضي يعني بأي صورة مصور يعني الحلقة يدوب تقضي ان يتخذ فكرة عامة اه ان شاء الله بإذن الله لو يعني لو قدر ربنا ان اكون مع حضرتك تاني نفتح كل الحاجات بقى بالتفصيل نتركز على حتة صغيرة ونشرحها كويس عشان كده يعني انا ليه بقولي للمقدمة دي لان في حاجات هتبقى غريبة جدا على الناس فعايزة الناس اطلب منهم حاجة في الاول ان الموضوع اللي هتكلم فيه ده انا عاد فيه سنين كتير جدا مش بس عشان النواحي العلمية والتحليل العلمي والاسباتات والتسريبات والكلام ده هو اهم حاجة فيه فالطرت الزيف من الحقيقة لان الموضوع دي فيها خدعة كتير جدا فعايزة الناس بداية تنسى كل اللي تعرفه يعني تفتح مش تنسى كل اللي تعرفه بمعنى انها يعني يعني اللي اخد اللي انا هقوله لك وخلاص بس ايه عايزة اقولهم حاجة ان الكلام اللي تكلمتي فيه في الحلقتين اللي فاتوا يعني انا كنت عايزة اقول الناس انا لسه ما دخلتش في مخطط المسونية انا لسه على عتبة البيب فعشان كده كنت يعني عارفة ان الناس هتستغرب حاجات لان فيه ناس مثلا ما عندهاش خالفيات وكذا وكذا بس كلام اللي فات ده كله حاجات اللي هتعتبر عادية مش اللي هو اندبس او في العمق حتى كان فيه استاذة المرة اللي فاتنت فاكرة كانت سألتني طب انتي زي مثلا ما تأذتيش في المواضي دي نعايزة أقول لها عم الملفين اللي بتأذي اصحابهم اصلا هو ملف الفضاء وملف التهجين ملف تهجين ده ان شاء الله هنفتحه ملف التهجين التهجين اه ان شاء الله هنفتحه الملفين دول اللي هم من اخطر الملفات والملفين دول الاساسيات بتاعتهم محجوبة اصلا على الدول العربية يعني اللي بيتفتح على الدول العربية ما يروج في الخارج او اللي هم عايزينك ان انت تقتنع به زي ما وروق في الافليم زي ما وروق فكذا فزي ما قلنا في الاول ان هم بيستخدموا الالة الاعلامية والترويج حتى بيستخدموا علماءهم وهم مجندين علماءهم اوكي يعني ناسا اصلا جزء رئيسي من المتنورين من مؤسسات المتنورين برامن هي مثلا شغال علميا شغالة كذلك هي جزء رئيسي من المتنورين اوكي هوليوود او هوليوود الكابالة السحر العين والكابالة دي هي جماعة سحرية تعتمد على يعني بدخلها كذا حاجة في بعض بس هي اساس تقصها وسانية هي بدخلها في هنا نبوءات هي انفصرها بحسب علوم الكابالة هما ماشيين على سحر الكابالة في كل حاجة حتى تفسيرهم هما للنبوءات نقطة بلا انا عايز افجرها النهاردة بس بعد ما قلت للناس ارجوكم يعني يعني امش عايز اقول لهم ياسو كوفية بس انا قعد هنا اقول لهم كلمة الوجه اللي تعالى يعني مش ان انا ايه اعمل مثلا ترويج لحاجة او كذا او كذا او كذا الحاجات دي الواحد قعد كتير فيه عشان يفلتر كان اهم المجهود ان الواحد ازاي يفلتر الصح من الغلط واسع وراء ان هو يعرف الصح من الغلط فبداية ان نبتدي يعني احنا عايزين نبتدي مثلا من موضوع انا كنت عايزة ابتلهم بداية تانية بس نبتدي من موضوع 21 ديسمبر واحكيت 21 ديسمبر والكلام ده بداية انا هفجر موضوع مش عايزين ناخد فيه دلوقتي بس عشان الناس تفهم مجرى الكلام يعني مش هنتكلم فيه كتير ان التاريخ الميلادي اللي معنا ده خاطئ اوكي والتاريخ الميلادي قصد انه هيو زيف ماشي اللي عايزة الناس تفهموا ان المجموعة دي بتلعب بالنبوئات ماشي هي بتلعب بالنبوئات وهتحقق النبوئات دي ليه ليه لانه هم درسين الشعوب كويس جدا ودرسين الديانات كويس جدا ودرسين كذا كويس جدا واخدين ده جزء اساسي في تحقيق مخططه وفيه امور كتير هم عايزين يعملوها تقنية وتبان متوافقة مع النبوئات ليه عشان يلعبوا باحلام الشعوب يلعبوا بمعتقدات الشعوب يلعبوا بكذا ليه لانه في نهاية المطاف يعني هم دلوقتي واخدين السيستم ده وهنبتدي ندخل في سيستم من تجهيل الشعوب تجهيلها وخداعها ليه لان الدجالة ما هيجيه هو مش هيجي بصورة الدجال هو هينزل بحسب كل شعب مستني ايه يعني هو هينزل بالنسبة للكريستيان او بالنسبة للمسيحين في صورة ايه انه هو النزول بتاع المسيح الملك اوكي هينزل بالنسبة للمسلمين في صورة انه هو المهدي وعالفكرة ناس فياخد بالها من كده وعشان كده بيروج لصور المهدي يعني كل الناس لو لحظت والموضوع ده ان ذكرته قبل كده الناس لو لحظت صور المهدي هتلاقيه متوافقة مع صور المرسومة للايكونات اللي فيها سيدنا عيسى ونفس الحكاية مسك الكتاب وعمل ايه اللي هي السبعين وديه لها وديه هشرحها يعني الحركة دي معناها ايه اوكي 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 الناس هو هينزل ده هنشرحه ان شاء الله مرة لو كنت مع حضرك تاني اللي هو مشروع شعال الازرق وزي استخدمه الهولوجرام في خداع الناس والكذا 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 بس اللي احنا عايزين نقوله بقى فيما يخص له هو اجزوبة 21 ديسمبر ونهاية العالم والكلام ده اول حاجة طبعا احنا نعلم كمسلمين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجليها الا الوقتها ونعلم تماما ان فيه من احاديث اشرات الساعة ومن القرآن الكريم عن اشرات الساعة والاحاديث الصحيحة ان احنا لسه ما دخلناش في الاشرات الكبرى للساعة والاشرات الكبرى للساعة احتمال جدا يكون اقترب مداه واولها اللي هو طلوع الشمس من مجربها او نعكاس قطبيت الارض ونعكاس قطبيت الارض الارض ابتدت فعلا ان يحصل شفت في القطبية بتاعتها مجال المغناطيسي الداخلي بتاع الارض اكي فبداية زور احداث طبيعية اللي احنا هنتكلم فيها بل احداث طبيعية دي هل هي طبيعية فعلا ولا ممكن تكون مفعالة ده العائد بتاعه علينا انه هي قدي للزيادة الفضيعة في 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 انعكاس قطبيت الارض اللي هي هتبتدي تعمل كم من الخلل بقى هيقعد فترة على الارض من زلازل براكين عواصف كذا كذا لغاية ما تبتدي تنعكس اتجاه دورانها تماما اتجاه دورانها تماما معناها طلوع الشمس من مغربها اللي هو بداية اشرات الساعة الكبرى وانا عايزة هنا احذر الناس من حاجة ان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ايه يعني على قد ما ربنا سبحانه وتعالى اكد انه هو يغفر الزنوب مادمة ارواحنا في اجسادنا لكن بداية ظهور اشرات الساعة الكبرى هتغلق ابواب الرحمة فلا تنفع نفسه ايمانها ما لم تكن ايمانت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ده بحسب الحديث الصحيح انا عدت كتير جدا الجملة دي مخلاني استغربة جدا يعني ازاي ان ربنا فتح ابواب الرحمة طول ما احنا ارواحنا في اجسادنا وازاي احنا دخلين على ازمنا كل اللي جاي عشر من اللي فات وازاي احنا دخلين على الزمن اللي هو القابض على دينه كأنما يقبض على جمرة من نار وازاي الكلام ده كله وازاي يجي في الحديث صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هتغلق ابواب الرحمة ولا تنفع نفسه ايمانها ما لم تكن ايمانت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا التفسير الوحيد بالنسبة لي طبعا فيه ناس فقهار وناس كذا وناس كتير فصرت وناس كذا وانا يعني ايه انا بحب فيه حاجات كده بتعمل لي مثلا الغاز دخلية احب اسع وراه ان انا افهمها الحل الوحيد هو التقنيات العلمية اللي هتستخدم وعشان كده انا عايز اقول للناس احنا ليه بنتكلم في الحاجات دي مش عشان نروج للآلة الغربية او لقوة القوة الآلة الغربية او الكلام ده عشان نقول للناس ان كل ما هو قادم 80% منه يعتمد على الخدع يعني هنتكلم على الوجه الجديد للحرب بصورة مادية والآلة العسكرية الجديدة وهنوري الناس ان شاء الله يعني لو كنت مع حضرية ربنا ازا ان انا كم مع حضرتك ان شاء الله تم موجود لما فلصناش بس هنوري الناس الوجه الجديد للحرب التقنيات العسكرية الجديدة لان الناس لا يمكن تتخيل يعني ناس اللي كانت بتقول على الهرب ويقعدوا يقولوا مثلا ايه ايه الافلام دي انتوا لسا ما شفتوش يعني ده اللعب ده القديم او ده الحاجات اللي هي ايه عادية انا هنوري الناس كمان ومنتجاته اختبرت وتم استخدامها على فكرة كمان في دول العربية وتم ادخالها وكذا وكذا الناس مثلا ما تعرفش حاجات كتير جدا ان مثلا الفيلم اللي شافوه الاسمه افاتار ده اوكي فيلم ده اصلا مشروع اسمه افاتار والحاجات اللي فيه معمولة ومجربة اوكي المدينة اللي شافوها دي هشرحها هي مش مدينة في فضاء هي مدينة في جوف الارض اجناسها شبه الجنس اللي هم ما شافوه بتاع افاتار مشروع افاتار ده مشروع اصلا داخل فيه وكالة ناسها وداخل فيه وكالة ضربة وكالة ضربة دي كرسة الوحدة دي عايزة حلقة كاملة عشان نوريهم وكالة ضربة دي عامل ايه بتقنيات النينو وايه الوجه الجديد لقاية الحرب عشان ما نشتتش الناس اللي عايز اقول لهم احنا بنفتح المواضيع دي عشان كل ما هو قادم معتمد 80% منه على الخداع احنا كنا نملك من سنين زي ما قلت ان كل تقنية لها تقنيات مضادة لكن احنا حرصنا يعني يعني هو ايه زي ما بيقول ايه الشيطان كان بيقول ايه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلموني ولوموا انفسكم فاحنا احنا كنا نملك كل حاجة يعني نملك المال نملك العقول نملك الموارد نملك كل حاجة اوكي كان فيه لكل تقنية تقنيات مضادة احنا مفوقناش ان احنا نشتغل على الجزئيات دي